إذن مشاهدين نبدأ بهذا الموضوع موضوعنا الأول اليوم موضوع الذكريات هذه سلسلة من المواقف والأحداث العالقة بالذاكرة السؤال الآن هل يمكن لنا أن نخفف القاسية منها ونحتفظ فقط بالجميلة دائما ما نتذكر الذكريات السيئة وننسى الذكريات الجميلة لكن هناك بحث توصل إلى أن كل شخص يعاني من صدمة واحدة على الأقل في حياته وأن الصدمات وفقا له تنحصر في أحداث معينة منها مثلا لحظة موت، سريقة، حواد السير، أمراض فهل هناك من علاج لهذه الصدمات والذكريات السيئة؟ نعرف في هذا التقرير هل يمكن للذاكرة أن تخفف من حدة الذكريات القاسية؟ يقوم الدماغ بتغيير تفاصيل بسيطة في الذكريات في كل مرة نحاول فيها استرجاع ذكرى عاطفية سلبية أو إيجابية ليعمل على إزالة الشوائب غير المهمة أو تحديث المعلومات إلى أن تتغير الذكرى وتفقد تفاصيلها الأصلية حاول باحثون في أقسام علم النفس في 32 جامعة في أنحاء العالم التنبؤ بمدى احتمال تعرض البشر لأحداث صادمة يضر بصحتهم العقلية فجمعوا بيانات 68 ألف شخص بالغ من 26 دراسة استقصائية غطت عينة كبيرة من سكان 24 دولة شاركت في استطلاعات رأي منظمة الصحة العالمية عن الصحة العقلية اكتشفوا أن كل شخص في العالم يعاني من صدمة واحدة على الأقل في حياته أكثر أنواع الحوادث الصادمة شيوعا وفقا للباحثين حضور لحظة موت أو إصابة إنسان والموت غير المتوقع لأحد الأقارب والتعرض للسرقة ولحادث سيارة مروع ولمرض أو إصابة تهدد الحياة لم تفرق الصدمة النفسية بين الرجال والنساء أو بين سكان الدول المتقدمة والنامية فجميعهم معرض للإصابة يقترح الباحثون استخدام التنشيط الاصطناعي لنسيان صدمات الماضي فضلا عن طريقة علاج تخضع لإشراف طبيب نفسي وعصبي من أجل علاج الاكتئاب والاضطراب من بعد الصدمة وحذره من تجربة تلك الطريقة في المنزل فهل نحن قادرون على برمجة ذكرياتنا فعلا لحذف السيئة منها والاحتفاظ بالجميلة فحسب؟ شاهدين نرحب معنا هنا في الاستوديو دكتور مأمون بيض استشاري الطب النفسي في مركز دعم الصحة السلوكية دكتور مأمون أهلا بك معنا صحيح صحيح نحن استوديو مريح صحيح الألوان مريحة والوجوه مبتسمة هذا المطلوب صباح الخير دكتور السؤال الآن هل فعلا ممكن كنا نتحدث قبل قليل أنا وانت قلت هذا الموضوع قديم وليس بالجديد لكن عملية فعلا أن يكون هناك آلية أو أدوية أو تقنية جديدة اليوم ممكن أن يمحو ذاكرة معينة من أن نترك ذاكرة ونمحو أخرى مثلا سيئة والله سؤال جيد أخي أحمد لأن عرض هذا الموضوع خاصة في البيئة العربية وسائل الإعلام العربية هام جدا بسببين أذكرهما الأول يعني ما أكثر الصدمات في العالم العربي يعني بغض النظر عن الحروب والنزاعات وغيرها حتى في المجتمعات صدمات كثيرة صحيح يعني فيه هناك خلل في طريقة مثلا إخبار المريض أنه يعاني من مرض خطير أو سرطان كيف تخبر بخبر سيء فالصدمات يعني أنا قرأت أنه أنه الإنسان عنده صدمة وحدة لا شو صدمة وحدة صدمات صحيح هذه النقطة الأولى كسرت الصدمات في العالم العربي هذا طبعا إضافة للحروب والكوارث والبراميل المتفجرة وكل هذه الأشياء الأمر الثاني الهام جدا أنه نحن لا نربط بين وضعنا النفسي والصدمة التي تعرضنا لها يعني بقاتي بمثال إنسان تعرض لحد السيارة فظيع بعد ستة أشهر يعاني من الاكتئاب صحيح وما بيربط بينهما وشو الجديد في الموضوع يعني إذا سألتك أخت هانادي شوف تغطي اليوم شو تناوتي على الفطور بتقول لي لي والله كاسة شاي جبني كذا هل تنفعي لي هل تنفعي لي بتبكي بتتأسري طبعا لا لأنه دماغك سجل الفطور سجل حدث عادي ولكن لو تعرضت لا سمح الله لحادث سيارة أو شيء مرعب دماغك لا يسجنها بنفس طريق التسجيل الفطور نعم فإذا سألتك احكيني على الحادث ما حتحكي لي بنفس الهدوء اللي بتحكي لي فيه على الفطور طيب دكتور عفوا على المقاطعة لكن التقرير أو الدراسات بهذا الموضوع تتحدث عن ذكريات متراكمة منذ الطفولة ترافقنا منذ الولادة إذا صح التعبير إلى الكبر طبعا كل إنسان كما ذكرت عنده صدمات بالحياة منها ما يتذكره ومنها ما لا يتذكره هذه الصدمات المتراكمة هل فعلا هي تجعلنا تتحكم بخياراتنا أو بطريقة حياتنا عندما نكبر دون أن ندري وهل نستطيع نسيانها وبالتالي كما ذكر زميلي أحمد هل فعلا هناك تنشيط عصبي يمكن أن نجعلها غائبة مثلا على الأقل كي نستطيع الإثمار بحياتنا أو يمكن علاج عند الدكتور عصبي أو نفسي ذكرت نقطتين هامتين الأولى أنه تراكمات يعني الحادث الذي تحدثت معك عنه قد يكون حادث معك من عشر سنين النقطة الثانية أنه ما في شيء يدخل في دماغنا وبيطلع يعني وبيأثر في حياتنا والذي يتعرضون لحوادث كبيرة سواء إلى علاقة بالحروب أو حوادث مدنية يصابوا بشيء اسمه لجهاد النفسي ما بعد الصدمات يمكن نحن نفكر حالنا نسيين وليك بالإن كونشنس أو بالعقل الباطني عنا بتكون موجودة وعن تتحكم بطريقة حياتنا ليش؟ لأنه لجهاد النفسي ما بعد الصدمات له ثلاث مجموعات من الأعراض مو ثلاث أعراض ثلاث مجموعات المجموعة الأولى وهي هامي جدا العلاقة بسؤالك ما يسمى الزكريات الراجعة يعني ممكن الإنسان بعد أشهر أخي أحمد أو سنين جالس أو يتعشى أو يقرأ الحدث اللي تعرض له من أشهر أو سنين بيأتي إليه فجأة نسميها فلاش باكس زكريات الراجعة وكأنه الحدث يحدث الآن فإذا المجموعة الأولى من الأعراض يعيش الإنسان مجددا الصدمة التي تعرض لها أو الحادثة المجموعة الثانية التجنب بحاول يتجنب الأماكن أو الأشخاص يلي بيذكروا بقضية الصدمة نأتي إلى سؤالك الآن طبعا الجانب الثالث هو الهايبر أراوزل يعني فرط التنبه والإثارة بتلاقوا الواحد متلفت وكأنه شيء حيصد الآن في شيء اسمه بايلاتورال استيموليشن يعني التنبيه السنائي للدماغ يعني مثلا هكذا أو على الركبتين وأكثر ما نستعمله هو حركة العينين لذلك في علاج اسمه EMDR له علاقة يعني نزع الحساسية الزكريات المؤلمة عن طريق حركة العينين هي ما لا علاقة بالعينين وإنما تنبيه سنائي للدماغ ويمكن هذا سؤالك وسؤالها نادي شو من هذا يعني؟ يعني هل الموضوع هو موضوع نفسي دكتور؟ ليس فقط عصبي يعني عصبي يعني ينتم الحديث الآن عبر الدراسات بأن المخ ينتج بروتينات هناك آلية الآن بإعطاء أدوية لعدم إنتاج للمخ لهذه البروتينات محددة لمحو بعض كما ذكرت التراكمات ليس علاج دوائي ليس علاج دوائي وإنما علاج نفسي وعصبي عصبي لذلك سألت في النفسي هي تمحة أو تجعلنا نتأقلم معها ونحولها إلى إيجابيات بدل أسلبيات لا تمحة وإنما حادثة التي تحدثت لك عنه كلما تتذكريه تجيكي شحنة من العواطف والبكاء وكل هذه الأشياء هذا التنبيه السنائي للدماغ اسمه الـ EMDR بيفصل بين الباكيج تبع العواطف والمشاعر وكذا وبين الذكريات فبعد العلاج بيسألك على الحادث تحكي عنه بهدوء وكأنك تحكي على الفطور يلي كنا عم نحكي عنه فإذا ما مننساها هي تأقلم وتعايش نعم منتعايش لأنه أزلنا المعاناة النفسية والبكاء والعواطف الأميحية التي لا تمحة لو تمحة يمكن لا يضل شيء بذاكرتها يا دكتور غير كيف تشغله وقتها يأتي الزهاي ما بينحكي لشيء لا إن شاء الله طيب دكتور هل يعني توجد هناك مثلا آلية نصائح إرشادات ممكن الواحد أن يتبعها في حال يعني تعلم جيدا ذكرت في البداية نقطة مهمة جدا بأن الجميع تعرض إلى حتى لو على الأقل حادث بسيط لكن قد يكون له آثار سلبية نفسية هل هناك ما يمكن أن نتبعه على الأقل لتفادي عدم تذكار تلك الذكريات سؤال ممتاز الناس اللي بيمروا بصدمات بيظنوا أنه عادي بعد فترة كل فترة أخرى يتذكروا الحدث ويبكوا وينفتأسروا وكذا لا هذا مو عادي وهذا له علاج رسالتي للمشاهدين أنه إذا كنت تعاني من صدمة في الماضي سواء من الطفولة مثل ما لتنادي أو يعني من فترة قريبة وأنت تعاني من هذه الذكريات هناك علاج ليس دوائي ولكن من بعض الأطباء النفسيين والأقصائي النفسي مش ربط طبيب نفسي ممكن أقصائي نفسي اسأل عن حركة العينين عن طريق الهيئة بحيث أن الإنسان يساعد على التكيف مع هذه الذكريات نعم أيضا نقطة مهمة جدا لا أدري إذا كنتوا توافقوني أن نعترف يعني أعترف بأنه لدي مشكلة لدي عقدة نفسية وأن أتكلم بها يعني مثل ما بيقوله بالعامية فطفد بيقوله هذه نص العلاج ما بدي سميها عقدة وإلا هلا بيهربوا المشاهدين كلهم مشكلة نفسية صعوبة نفسية ما في حدا منه منه خالي من العقد يعني شي طبيعي كلمة العقد بتدخلنا لمدارس أخرى وأنه فطفد لغير إن كان لطبيب نفسي أو إذا كانت إمكانياتنا المادية لا تسمح للصديق المقرب لأحد أفراد العائلة التي نطقوا به أحسنتي أنا زرت حقيقة غزة زرت لبنان بعد الحرب الإسرائيلية زرت كشمير بعد الزلزال صين بعد الزلزال نقول للناس أول شي يعني كونوا على تماس مع مشاعركم فطفدوا مثل ما حكيتي احكوا عن هذه لأنه أحيانا نسميها الفيل في الغرفة بتلاقي مثلا حصل الزلزال أو حصل هجوم إسرائيلي أو غيره عم نحكي على كل شيء وما أحد عم يحكي على هالزلزال صحيح يعني مثلا بكشمير سألوني الناس ليش ما عم ننام ليش فقدنا الشهية للطعام وكأنه هاي أمور غير طبيعية هاي نقطة هام يبدئولها كأنه هاي أمور غير طبيعية والزلزال هو الطبيعي فإذا نقول هذه ردة فعل إنسانية نفسية طبيعية ولكن الزلزال غير طبيعي أو الحدث أو الانفجار أو كذا هذا غير الطبيعي أشكرك جزيل شكر دكتور مأمون باستشارة طب النفسي في مركز دعم الصحة السلوكية شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا دكتور وإن شاء الله تكون حضورك معنا ذكرى جميلة تحتفظ بها بأكيد لك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك